والرب شايفني وين ما كنت كون كنت تحت ولا كنت فوق كنت بين الجموع ولا كنت مدري وين ربنا بيشوف الكل ولكن نحن ما منشوفه انجيل زكا اللي اسمعنا اليوم هالإنسان الكان قصير القامة اراد ان يرى الرب يسوع وهو غني ووجيه بالفتنة صوت الرب لان صوت المسيح اللي نادى في زكا قال له يا زكا نادى باسمه انزل ينبغي اليوم ان امكث ان امكث في بيتك هاي الرب عم ينادي كل واحد فينا اي واحد فينا عم ينا نزل لازم ادخل لقلبك ينبغي ان امكث في بيتك قال له اسرع وانزل عجل عجل لازم ادخل لقلبك الايام الايام عم تمرق ما بنعرف ايمة الواحد بيموت ما بيعرف ما بعرف ايمة بتوقف حياتي قديش ما بكون خسران انه تنتهي حياتي وربنا منه بقلبي منه ببيتي صوت الرب عم يقول لي عجل يعني ما تتهاون يعني ما تأجل انزل من افكارك انزل من افكارك انزل من قصصك وحكاياتك انزل من المشاكل اذا ااخد مواقف انزل من كبرياءك وطي شوي انحني يعني ينبغ انا بدي ادخل لقلبك ما تمنعني ولهيك يا احبائي هالصوت حاجة لقلي ولقلك ولقل واحد انه ننزل من تشامخنا وكبرياءنا ومشاكلنا جبل المشاكل ما بينتهي بهالدنيا صحيبي يقولي الانجيل كان اصير واحتاج لشجرة كبيرة ضخمة جميزة يعني ليعرفش علي ويطلع ليشوف الرب كمان هاي دلالة انه كل واحد فينا قصير يعني عاجز ان يرى يسوع بسبب خطاياي وتشامخي وضعفاتي وكبريائي وفي قصص كتير بتمنعني شوفه للرب بحاجة خشبة الصليب يعني خشبة الشجرة يعني خشبة الصليب يعني انه ضحي يعني انه ارحم يعني ايدي لغيري هيك بقدر شوف الرب والرب وهيك ربنا عمي نادينا عمي اللي اسرع انزل ينبغي ان امكس في بيتك ينبغي ان اسكنا في قلبك ينبغي ان ادخل الى فكرك لداخلك هايدي دعوة انجيل اليوم يا احبائي خلينا نتأمل فيه كثير لانه مجد الرب يشع على الجميع الا على المتكبرين الذين لا يريدون ويجب ان لا نكون منهم صوت الانجيل عمي انه الرب يسوع للجميع ما اتخلي زحمة الدنيا يمنعوني من رؤيته ما اتخلي مشاكل الدنيا تمنعني من رؤيته ما اتخلي خطيان وضعفاتي وقسر نظري تمنعني من رؤيته وجه الرب هو الذي يريح وهو الذي يعطيني القلاص للرب المجل امين